موسيقى حلقتنا اليوم حنحكي عن اضطراب النوم والقرق ايش هو الارق؟ الارق فعليا ان ان الواحد ما يقدر ينام بالليل بسهولة الارق ان الواحد يوم بالليل وما يقدر ينام Keeshan من مرة النوم المتقطع و الناس تريد. اغلبيتنا منعني من الارق بسبب المشاكل اليومية بسبب التفكير باشياء بنعملها باليوم التالي لا احنا بدنا ننام مشان هيك هيش الاكلات اللي منقدرنا لكلها عشان انخفف من الارق ونخفف من مشاكل النوم الي عم بتصير معانا اول اشي بطلبوا منكم اليكم لازم تشربوا مي بكمية كافية 2-3 لتر من المي ليش لازم تشربوا 2-3 لتر من المي عشان نقلل من الجفاف اللي هو من اكتر العوامل اللي بتساعد بالقرق كل ما شربنا مي نخفف الجفاف منساعد جسنا يشغل بطريقة طبيعية ومنساعد نخفف التوتر والسترس عشان نقدر ننام بالليل بطريقة طبيعية واللبن نرجع نحكي لكم انه هو من الاكلات اللي كتير مفيدة بساعدنا انه النام بالليل بيقو احنا مرتاحين فيو بروبيوتكس بساعدنا من تخفيف التلبقات المعوية وصوء الهضم اللي ممكن يصير معنا طب بس اللبن مجد الحليب ما بيفيدنا بلا بيفيدنا اكيد الحليب الحليب من الشغلات اللي منفضل انكم تشربوها بالليل للناس اللي ما عندهم حساسية من سكر الحليب وهو سخن لانه بيهدق الاعصاب بساعد ع ترويق الجسم من الاسترس وبنفس الوقت تقدروا تناموا بطريقة طبيعية عمر الدين والمشمش تقدروا تشربوا كاسة عمر الدين على الفطور على تخفيف برضو التوتر وبساعدنا انه نرويق اعصابنا لينسون البابونج الكرافس الخاس المرمية كل هاي الشغلات من الاعشاب اللي احنا معانا انكم تقدروا تشربوها بتهدوا اعصابكم بترويقوا حاولوا قليلوا من التوتر اللي موجود بحياتكم عشان تقدروا تناموا بطريقة طبيعية جدا نوم مريح وجسمكم يحرق زي ما بدنا تكون صحتكم نيحة ورمضان كريم عليكم كلكم ترجمة نانسي قنقر